وضعت أو ستضع بحث تحفظ وحين البد في موقف ملكها قال بالفعل هذي أموال يعني تسامي القمسيات الرهابية تتغل في أعمال الرهابية في مصر أم لا طيب ماذا بشأن مطالبة وزارة الأوقاف لوزارة طيام الاجتماعي بضم المساجد التابعة لجمعيتين أنصار السنة والجمعية الشرعية احنا رحبنا بالمبادرة دي من وزارة الأوقاف وشكريين لها ونحن في انتظار التواصل مع وزارة الأوقاف لإتمام التركيبات الممكنة في هذا الموضوع وهذا الأمر له علاقة بخلينا أقول لحظتك إن جمعيات الأهلية التي كانت لها نشاط سياسي والتي كانت تستغل المساجد وتستغل الجمعيات الأهلية في الترويج لأنشطة سياسية بعينها أو في الحظ على العنف والقرارية بالتأكيد ذلك لن يستمر نعم طيب أخيرا يعني أسألك عن مدى أهلية الجمعيات التابعة للإخوان دي الإشراف على الاستفتاء المقبل خصوصا أن اللجنة العالية للانتخابات لم يردها حتى الآن بيان بأسماء هذه الجمعيات وبالتالي ستقوم بإصدار تصريح لها في موعد غياته 10 يناير المقبل هل قمتم بتنظيم هذا الأمر مع اللجنة العالية للانتخابات أم لم يتم البت في هذا الأمر بعد خلينا أقول إن إحنا ما انبادرنا بالمطال بتلادينا الانتخابات لمخبطنا في هذا الأمر لأننا كنا نتشكك في أن هناك اندفاس من جمعيات تنتمي للتنظيم الإرهابي المحظور في هذه العملية الحساسة في مستقبل مصر وفي خريطة الطريق وبالفعل لدينا الآن المخاطبة ولدينا العدد للجمعيات ونقوم الآن على استثناء ومستثناء من نتبتها لدينا أنه ينكمل هذا بالحنظيم ولن تفوت الفرصة وإن شاء الله يعني بنهاية الأسبوع قبل الموعد المتحدث من اللجنة العليا للتنظيم أراء المواطن المصرية في قضية اليوم احنا نتعامل مع الجمعيات الخيرية ديت قبل ما نتعامل معاها أولا نتأكد إن هي جمعيات خيرية فعلا هتفيد البلد بجد ولا لأ ولا جمعيات خيرية واخدها بس الإسم بس كإسم وتستغل الأموال بتاعت الناس ديت في أي منظمات تانية غير شرائية زي جماعة تدخل المسلمين وغيرها وغيرها من الجماعات اللي احنا ما كناش نعرف عنه مع أي حاجة وفاجأة بقينا نعرف إن هم اليوم جمعيات أهلية حرام اللي بتعمل ده كده حرام السلوث الناس ويتحارب بيها حرام جمعيات دي تتقفل وتتجمد أرسلتها وتروح للجمعيات اللي هي اللي هي يعني ما وراش أي شبهة أو أي حاجة تانية ارفعوا للأمر المحكمة الدستورية لعليا ويعملوا عادة نظر في شؤون هذه الجمعيات فلابد أن يفعلوا ذلك من أجل استحقاق الحق لأهله فكثير من الناس من يحتاجون إلى هذه المعاملات وكثير من الناس من تعودوا على هذه المعاملات وكثير من الناس يعيشون على هذه المعاملات فيرفعوا الأمر إلى القضاء فإذا نصفهم القضاء يخذون حقا الجمعيات الخيرية إحنا منه ما للسياسة ما لناش دعوها بالسياسة دول راحة ومدول جمع ما لناش فيه وما بنستفدش بأي حاجة فيه الغلابية هي اللي بتقع باد يعني الناس اللي بتتعالج مبلاش دي معاها تروح تخسل ب300 وبرغمات جنيه هي لو معاها مش هتروح الناس اللي عيانة دي زندها هيعملوا فينا كده يعني اللي الجمدي دي مش جمعيات خيرية دي جمعيات إخوانية يعني فيه عندنا وزارة التضامن فيه عندنا وزارات قيمة على كل زرة للشعب المصري من أول العامل لحد الموظف الكبير فيه عندنا وزارات نشتغل تحت طائلة القانون لأن في الوقت دي مش جمعيات خيرية دي جمعيات إخوانية بياخدوا من دمنا الحي ويجيبوا بيسلاح ضدنا في الوقت القرار الأخير اللي ظهر الصدر أخيرا ده كان يجب أن يكون من سانة كمان يعني من بعد إزاحة هذا المرسي ومن الشرع المصري برأيي المنتنوعة إلى الكويت حيث أحد المصريين الذين توصلوا معنا بالصوت وصور عبر سكايب الأستاذ منير حامد يعني أستاذ منير ما رأيك في قرار تجميد أموال بعض الجماعات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وكيف يمكن التعاون مع هذه الجماعيات إذن برأيك يبدو أن هناك مشكلة تقنية في التواصل مع الأستاذ منير حامد من الكويت وأنا أشكر له مبادرته للمشاركة معنا في همزة وصل نذهب إذن إلى بعض الاتصالات الهاتفية مجددا عدد من المعنين بقضية هذه الحلقة من همزة وصل وينضم إلينا الآن عدد منهم عبر الهاتف الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وكذلك الأستاذ ياسر كرم أحد أولياء أمور إحدى المدارس التي تم الإعلان عن التحفظ عليها والدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع أستاذ ياسر كرم باعتبارك أحد أولياء الأمور بإحدى المدارس التي تم الإعلان عن التحفظ عليها كيف تنظر إلى مدى تأثير هذا الإعلان إعلان التحفظ على العدد من المدارس على مستقبل الطلبة في هذه المدارس وتداعيات هذا القرار على التعليم الخاص أيضا بشكل عام بص حضرتك إحنا في المدارسة عندنا أنا هتكلم عن مدارسات نحلب هي منصة طرور الإسلامية بدون ذكر أسماء من فضلك بدون ذكر اسم المدارسة من فضلك المدارسة اللي إحنا فيها حضرتك العمار ما كانت إخوان حيبها معروف إن هو مش إخوان المشكلة التضرر من ذكر اسم المدارسة باستمهار في المنتديات وفي الكلام على إنها تعد إخوان المدرسة من دمان من أيام عصر اللي قبل كده من 15-20 سنة وهي شغالة أمراه ما كان لها مشاط إخوان هي مدرسة إسلامية عادية بتعلم الدولاد الفروض الإسلامية وخلاص مفيش إجبار مفيش حجاب موج إجبار بإجبار مفيش أي حاجة إحنا مجبورين عليها إحنا كأولئي أمور تضررنا وإحنا مختارين المدرسة دي على أساس معين ومستوى دراسي معين وإحنا ألانين جدا من الكلام اللي بيتأت طيب يعني أستاذ كرم كان معنا اتصال منذ قليل بالمتحدة باسم وزارة تدامن وأكد أنه سيتم مراعاة عدم تأثير ذلك التحفظ على مستقبل الطلبة لكن أنتم كأولئي أمور كيف تنظرون إلى هذه التصريحات الصادرة من الدولة بشأن هذه المدرسة أو هذه المدرسة إحنا عموما ألانين طبعا من الكلام المدرسة عندها عصاصة المدارس بتاعة المدرسة الحكومة وكلنا عارفين أن فيها مشاكل قدير وإحنا مختارين مدرسنا بقناية وكل واحد مختار مدرسة مختار مدرسة بلادسعة فيها فيروس كتير عشان تبقى مستوى معين المستوى مدرسين مستوى مرتفع مش مستوى بعيف فإحنا طبعا عندنا تضرر كبير كمان فيه عكتر ضرر كبير بالنسبة لنا اللي هي وصمة المدرسة ووصمة أولادنا وصمة الناس دي إحنا عندنا كمية الزباط شورتة كتير كمية زباط جيش كتير ناس مستشارية يعني إحنا مفيش مش فيت شيوخة أو كده وبعدين المدرسة بتاعتها مش طبع جمعية عشان تبقى تبقى طبعا دي مدرسة بتاعتها تبقى يملك ناس لكن مش طبع جمعية نعم حضرتك نظرك الأستاذ كرم شكرا لك نظرا لذيق الوقت الأستاذ ياسر كرم أحد أولياء الأمور بإحدى المدارس التي تم التحافظ عليها أذهب لدكتور عبدالله نجار عدو مجمع البحوث الإسلامية دكتور عبدالله يعني إذا كان إعلان وزير التضامن الاجتماعي عن عدم نيات لتغيير مجالس إدارة الجمعيات التي تم تجميد أموالها أو الرقابة على أموالها يعني هل يعني ذلك أن استمرار نفس الفكر المتمثل في أعضاء مجلس الإدارة واستمرارهم أم أنه يجب تغيير أيضا مجالس الإدارة أولا أهلا بكم المشاهدين نعم طبعا هو تغيير الفكر أو النمط الفكري الذي يشير عليه أعضاء مجلس الإدارة هذا أمر واجه سواء وقامة دي مجلس الإدارة أو غير مجلس الإدارة إحنا يعنينا نمط فكري لا يكون خادم لجهة تناسي النظام العام في التعليم أو تعادي الدولة ومعلوم أن نظام التعليم عند الإخوار المسلمين نظام عدواني لا يخلق مواطنا صالحا وإنما يخلق مواطنا عدوانيا كارها الوطني الأموال الخيرية التي رسدت رسدت لفعل الخير وكل إنسان يستعمل هذه الأموال من أجل تحقيق فكر سياسي أو فكر ديني له أنا أعتبر إنسان ليس أهلا للأمانة إنسان خير للأمانة يجوز أن يفعل به ما قاله وزير التضامن أو غير وزير التضامن لا نريد أن نقيم دولة داخل الدولة من أفعال الخير فحل الخير يجب أن يكون نهايته خير وأن يكون مألوه خير إنما ناس يلموا أموال من الناس من تحت مسمى فحل الخير وتعليم الأبناء ثم يستغلوا هذه الأموال لتحقيق مآرئهم الخاصة هذه خيانة لله ولرسوله والأصوات اللي ارتفعت على فكرة اللي خل وزير التضامن يعلن هذا الإعلان أن كثير من الأصوات المزورة التي تريد أن تبلس على الناس حرضت الناس وقالت لهم إنهم طردوا الأطفال من الحضارات وطردوا المرضى من غسيل القلة وغير ذلك شكرا لك الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وأذهب إلى الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع دكتورة سهير يعني برأيك إلى أي مدى يؤثر قرار تجميد بعض جمعيات الأهلية التابعة للإخوان وكذلك بعض المدارس والشركات التابعة لهم على صناعة المظلومية التي يحاول الإخوان تضخيمها بإشعار الناس بأنهم متهدون دائما لكسبة عطفهم لا أنا كنت أعود أن أقول حدا يعني يعني هم دائما يستغلوا من الجماعيات دي لها حقشات على المستوى التعليمي أو على عمال أخرى أنا أعتقد لو نرح معشات على المستوى التعليمي تطرير تخضع لمناهج جزارة التربية والتعليم رغم أن أنا متحفزة جدا على مناهج ومناهج أعود أصورة حقيقية أن التعليم هو مقتورة التنمية في مرة واحد لكن دي وقت بما إن أصحت الجماعة تصنر أنها إرهابية وتجير أمور المجتمع فيجب إعادة في أحداثها وفي رسائلها اللي بتقولها مع الحفاظ على أولادنا يعني طيب حديثت بتتقلمي عن المدارس يعني ماذا عن تساؤلي المتعلق بماذا تأثير هذا القرار في إشعار الإخوان بأنهم متهدون دائما كما يحاولون تصوير ذلك للمجتمع المصري طبعا هم متهدون دائما من وجهة نظرهم من وجهة مخلقهم الإرهابية ولكن إحنا متهدون باستمرارية هذه الجماعة الإرهابية نعم إحنا مندور على المصرحة المعاملة مصرحة المجتمع مصرحة الوطن مصرحة الدولة ولا 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 هم ندور على مصرحة جماعة الإرهابية نعم هم ضروري يدفعوا عن إرهابهم وإحنا ندافع عن وطننا وندافع عن دولتنا وندافع عن أولادنا وندافع عن خطة الطريق نعم شكرا لك الدكتورة سهير لطفي عذرا لديق الوقت لابد أن أنهي الاتصال معك وأشكر ضروفي أيضا دكتور عبدالله النجار وعضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ ياسر كارم أحد أولياء أمور إحدى المدارس التي تم التحافظ عليها ودكتور سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع أذهب سريعا إلى زميلتي حنان عاطف في غرفة المتابعة الإلكترونية لتسرد لنا بشكل أخير وسريع ما وردها من تعليقات المشاهدين تفضل بالفعل أحمد ننتقل لأحدث التعليقات التي وردت إلينا الآن على الهواء مباشرة أثناء الحلقة أبدأ مع الأستاذ أبو عبدو يعلق ويقول كل جمعية يظهر بها نشاط إخواني وعدم مصداقية في تمويلها وفي مصر وقتها إغلاقها خيرا من بقائها لصالح البلد أنتقل للأستاذة كلاعب البرهاني تشاركنا بالرأي وتقول المفروض الحكومة تعمل هذه الجمعيات كما هي في التعامل مع المحتاجين ولكن تحت إشرافها وأن تبحث مواردها وتعرف كل ما بها من الألف للياء وتعيين موظفين حكوميين للعمل بها وأن تستمر هذه الجمعيات أنتقل للأستاذ فرج حمودة يقول دعونا نعترف أولا أن الجمعيات الخيرية تقوم بدور عظيم في المجتمع ودعونا نعترف أنها استغلت سياسيا وخصوصا من الإخوان والخطوة الأولى الواجبة الآن هي حصر منتفعين بها من الفقراء والمحتاجين وتتولى أجهزة وزارة التضامن نفس العمل بتوصيل الخدمة لهؤلاء لحين دراسة أسلوب أمثل لإدارة العملية كانت هذه المشاهدين تعليقاتكم وانتقل الآن لأحمد من جديد شكرا لك حنان عاطف شكرا لكل المشاهدين الذين تواصلوا معنا اليوم عبر الهاتف أو الإنترنت أو سكايب رأيهم المختلفة إذن كانت هذه نهاية هذه الحلقة من همزة وصل وغدا في اليوم الأخير من عام 2013 يتجدد تساؤل في نهاية العام في همزة وصل نهاية أمنياتك لعام 2014 وأربعة عشر أجيبوا على هذا التساؤل على حسابين على الفيسبوك وتويتر منذ مساء اليوم حتى مواد إداعة الحلقة غدا إلى اللقاء اشتركوا في القناة